السلام عليكم اخباركم يا جماعة معاكم غالبين يورك النهاردة هنعمل حاجة حلوة الحاجات الجميلة اللي انا بحبها وما فيش حد ما بحباش والحياة غالية جدا قوي غالية في كل مكان وهي ستاربكس هنعمل الفربتشينو ستاربكس بتلت طرق مختلفة بطعم هايل يعني هتندم كتير انك زي ما عملتهاش في البيت تعالي بقى طبعي وشوفي ايه جمال وقد ايه تعمليها في البيت بكميات كبيرة واحجام كبيرة جدا تبستي بها الكل وتغذيها معاك وانت خارجة وتغذيها وانت رايحة الشغل هتبقي مبسوطة قوي قوي طريقة سهلة وبسيطة جدا 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 هنعمل تلاتة تلاتة مشروبات من المشروبات العالمية بتاعت ستاربكس هندخل فيها القهوة البردة وهندخل فيها الاكسبراسو وهندخل فيها حاجات كتير كده مش عارف اقول لكم ايه حقيقي الفيديو مشوك جدا جدا شكل كل كوب منهم تحس كده انه مش بيدخل المعدة لا بيفوق وهو انت بتفرج تحس ان هو بيدخل القلب على طول من جماله بس عايز اقول في البداية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ولو اول مرة بتزوروا القناة وعجبكم الفيديو اعملوا اشتراك للقناة بيزهر الجرس بتضغطوا علي الكل علشان كل وصفاتي توصل لكم شكرا لكل الناس الحلو معايا في القناة وفتدخلوا القناة ودايما تسيب لي كومنتات هايلة ورقيقة جدا زيها تابعوا بقا معايا وادخلوا وشوفوا هاسيب كل وصفة بالمقدار بتاحها يلا بينا هندخل على اول واحدة بقا هستخدم اللي هو اللي شكولت شيبس وهستخدم الحليب هاسيب كل المقادير جوه سندوق الوصفة ثلاث وصفات كل وصفة باسمها والمكونات بتاعيتها وهستخدم البانيليا اي نوع بانيليا بس الال يعني افضل اللي هو السيل عشان تبقي عارفها وهاخد جزء بسيط الكمية اللي عملتها كانت اكتر من كوباية ونص عشان تبقي عارفها ممكن تحفظها في التلاجة بتفضل زي ما هي فرش هتستخدم بردو سيرب الشوكولاتة او سوس الشوكولاتة المتوفر عندك اشتغلي عليه في نهاية بيديك نتيجة حلوة قوي قوي او مش عارف اقول لكم ايه مجرم المشروب ده والله العظيم مجرم هضيف ايس الجو كان حري جدا 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 على قد ما ديرت حاولت اصوره قبل ما يعمل يعني ملتي والدنيا يعني يتبخر بس هو الحقيقة يعني عمل ايه يعني انقازني كان يتجابه وحش قوي هشغل عليه اي حاجة الهند بلندر الخلاط مبياخدش 15 ثانية من 10 ثواني ل 15 ثانية بشكل اللي انتو شايفينه بكون النتيجة جاهزة وبتشربي اقوى مشروب يعني من المشروبات اللي هي العالمية بتاعت ستاربكس اللي احنا دايما نشتريها بفلوس كتير جدا جدا وفلوس نضايع عليها همسك بقى الاكواب بتاعتي هحط فيها السيرب الشوكولاتة او سوس الشوكولاتة بشكل اللي انتو شايفينه بحيس ان المشروب هينزل ايس هينزل ساعة مع السيرب السيرب هيبضل زي هون ومش هيعمل ملتي هيبضل وغض الشكل الحلوي ده من جوه عشان تبقوا عارفين وهبتدي انزل بي ويعملوا معي الطريقة دي افضل يعني بالطريقة اللي انا هشتغل عليها لو هتعميه اكتر مشروب بنفس الطريقة باقي اللي كوباية كل كوب تعملي تدخليه عالطلاجة على طول لو هتعملي يعني كذا نوع مختلف عشان الجو حر زي ما انتو عارفين بصوا بقى بصوا القوام بصوا بقى الكريمة والله كمة الاجرام مفيش بعد كده هدخل ده بقى على الفريزر هكمله بعد ما اعمل تلات مشروبات كلهم مع بعض لاني مقدرش احط عليه باقي اللي هو الحاجات بتاحته اللي نعمل امام كله هنا عندي قهوه ستارباكس هستخدم كوب قهوه برده انا عملتو هي برده وهستخدم كوب من الحليب وهستخدم بقى الكراميل الكراميل اللي سهل وبسيط تداري تعمليه في البيت او تجيبيه زي ما انا عامله كده انا بعمل الاتنين المتوفر عندي بيشتغل عليه عملت معاكم الكراميل قبل كده لما عملته مع الهوى الباب كورن كان حلو قوي قوي والطريقة السهلة وبسيطة لو رجعتو لطريقة الهوى الفشار هتلاقوني اشتغلت معاكم على الكراميل نفس الطريقة ما فيهاش اي شغل انتي بدلا بتحطي عليه الباب كورن بتحطي بتغطي الكراميل على طول نزلتي بمعلقتين من الكراميل عفوا ان نسيت اقول حاجة بس اكتبها لكم في المعدير وهنزل بالعايس يبقى الهوى المشروب رقم اثنين هنا هاخد الكراميل نفس الشيء اللي حطيته عملت سوس الشوكولاتة في الاول كوب الكوب التاني هعمل فيه لانه بالكراميل هعمل فيه الكراميل بالشكل ده اي شكل عشوائي بيدي نتيجة هايلة من جوه بيبدل زي ما هو زي ما قلنا في اول المشروب الاولين هاوزعه في الكوب كده بشكل زي ما انتو شايفين مش بشكل منتظم في النهاية بيديني شكل حلو قوي بعد ما تصب المشروب بتاعك بتلاقي الشكل هايل هاو في استر باكس عادة بيبقى حطينه في ازايز كده وبعدين تتغطي نزل كده بكميات بسيطة ما بيحطوش كتير على فكرة يعني انتي عاملة في البيت كمان يعني عاملة تكنيكة عالية قوي قوي وزي الاولاني اول مشروب بتاقي دي من 10 ثواني ل 15 ثانية ده بقى مشروب بالكرامل اللي بقى انسي بقى انسي هدخله برضو التلاجة مع التاني والخطوة الاخيرة بتاحتو هكملها مع بعض هكمل اخر خطوة لتلات مشروبات مع بعض هنا بقى القهوة الاكسي براسو هاخد قوب من قهوة الاكسي براسو وهاخد هنا المارشاملوس المارشاملوس ازاي عندي مغالب بشوكولاتة لو عندك سادا ممكن تحطي في المايكرويف ويعمل ملتي وتشغاليه على طول جوة وتحطي جوة الخلاط او الهند بلندر او اي حاجة انت سهل عليك تستخدميها هاخد اربع كطع انا عملت قلتلكو الكيميل عملتها كانت دخلت في اكتر من كوباية يعني لو بصيتش عليها هتليها حوالي كوباية ونص او كوبايتين اللي حاجات بسيطة وهاخد كوب من الحليب من هو احجام الاكواب اللي انتو شفتوها بش الكوب اللي هو المعياري احجام الاكواب اللي انا قدمت فيها وهاخد سيرب الشوكولاتة هنا ضيفنا اكسي براسو مارشاملوس الحليب سيرب الشوكولاتة هسيب كل المكونات زي ما عملتها في صندوق الوصف وانتي بتعملها عاملة تستعليها شفية اذا كانت مناسبة لك ولا لا وهنزل بالايس وبردو عشر ثواني وهيكون المشروب جاهز زي اللي قبلهم وهمسك برضو الكوباية دي هنا بقى ده المشروب الاكسي براسو باسترباكسي يا نهر بيض وهعمل نفس الخطوة بالقصص الشوكولاتة وهنزل بقى دلوقتي بعد العشر ثواني معاكم عايزة اقول مش عارفة اقول ايه غير ان هو فعلا مشروب يعني اعمل ادور على معنى ليه بس انت اول ما تحطيه كده على شفيفك وعايزة تشربي يعني الواحد بيجعمل تست اول واحد كده يعني بيعمل تست شوية اول ما يشرب حاجة كده يعني بيعمل هولد على نفسه لأ انت بتلاقي نفسك بتسعلي والله اعملت تشربي ما بيعملتش عارفة تعملي كوندرول على نفسك من طعمه الرهيب بصوا شكل الاكواب حلو ازاي بس يعني عمل ملت معي جو كنهاض هنا هستخدم ويب كريم من فوق تقدر تستخدم الخطوة دي بس دي الخطوة دي هما بيعملون فعشان كده انا استخدمتها تقدر تعمليه في البيت بس انا كان عندي جاهز وانا ليزي الحقيق فواستخدمت الجاهز ايه الثلاثة استخدمت عليهم الكريمة من فوق اول واحد هاديف عليه اللي هو صوس الشوكولاتة او هاستخدم هاستخدم الاول الكرامل ده الكرامل هاديف عليه كرامل كل واحد هاديله الحاجة اللي انا اشتغلت عليها يعني هاعمل شكل كده جميل من فوق بالكرامل من فوق الكريمة بيدي شكل حلو كما لو اني جايبها من برا واد حدى ان هما برا بيعملوا بقى بالنظافة والجمال ويعني ويحطوا كميات اللي احنا عملناها هادي وهاخد هنا السيرة بالشوكولاتة وهانزيل عليها ببسيط من الشوكلة شيبت اللي احنا عملنا عليها دي اول مشروب اول مشروب علي فكرة وتعلي مشلقة من الصكي دا المشروب الاخير اللي هو الاكسبريسو عندنا ثلاث مشروبات واحد استخدمنا في الكرامل واحد استخدمنا فيه الكرامل نضفت عليه الاخر واحد بتاع الاكسي بريسو نزلت عليه ببسيط كده من اي كوكس عندك او كراكور بسيط كده يعني تعملهم انت نعمهم بايدي كده وتحطيهم من واش من فوق كده بيدي شكل حلو بكده عملنا مع بعض اكوة ثلاث مشروبات من ستارباكس اول واحد كان دوبلت شاكلت شبس تاني واحد اللي هو الكارمل تالت واحد اللي هو سمورز وهسيب كل وصفة معاهم ادير بتاعتها واسمها بكل المكونات اللي استخدمناها مع بعض اعمليها مش هتنضمي هتتبستي اوي اوي هتغيري الجوي خالص هتعملي يعني مش عارفة اقولها برضو ازاي بس حقيقي يعني انا حسيتي ان انا برا وانا جوه البيت حسيتي ان انا خرجتي من البيت وانا بشرب المشروب ده كنت مبسوطة اوي اوي تمانا اكون جيفة خفيفة عليكم ما اتقلتش عليكم وعملت حاجة يعني برادة الجوي شوية من الحر اللي احنا فيه انجويا جماعة كان معاكم علي من نيويورك هسيب لانكي قناتي التانية يا حبيبة في امريكا جوا سندو الوصف ما تنسوش الدعوة الحلوة اللي بستنيها وبقالي كم يوم كده مفتقدة عشان ما بنزلش فيديوهات والله يوحشتوني وبحب دعائكم ما قدرش استغنى عنكم وكل سنة وكلكم طيبين انجويا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة